عودة إلى زمن الصوت الواحد زمن الخطوط الحمراء غير الممكن تجاوزها أزمة أخرى تعيشها الصحافة اليمنية بعد أن بات وضعها في المناطق المحررة مشابها إلى حد ماء لتلك التي لا تزال ترزح تحت سيطرة الإنقلاب في بداية العام 2015 اهتده ورحال الصحافة والصحفيين ومنذ تلك الأيام طر معظمهم لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إثر تزايد المخاطر والاعتداءات عليهم انتقل الصحفيون إلى المحافظات التي اعتبرت محررة غير أن وضعهم لم يصبحوا أفضل مما كان عليه حيث تعرض عدد منهم للاعتداء وآخرون للسجن فمنهم من أفرج عنه ومنهم من ينتظر في السجون ومنهم من قرر الخروج بعيدا عن الوطن نقابة الصحفيين وفي آخر بياناتها أكدت أن الصحفي عوض كشبيم مسؤول الحريات بفرع النقابة بحضر موت لا يزال مخفيا منذ فبراير من قبل أجهزة الأمن بحضر موت بعد إقالته من عمله كرئيس لمؤسسة بكثير للطباعة والنشر في واقعة تنتهك حق حرية الرأي والتعبير الانتهاكات لم تقتصر على الصحفيين فحسب بل طالت الاعتقالات عددا من المواطنين إما لسبب توجههم الحزبي أو على خلفية آرائهم السياسية في الجديد احتج العشرات من أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا بمحافظة حضر موت للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المختطفين في سجون التحالف العربي وقال موقع المصدر أونلاين إن المحتجين نفذوا وقفة أمام المجمع القضاء بمدينة المكلة ورفعوا شعارات ضد قرار قوات التحالف والذي قضى بتوقيف إجراءات الإفراج عن ذويهم النيابة العامة وبحسب بيان لأهالي المختطفين بدأت بالتحقيق مع المحتجزين ولم يثبت ضدهم أي اتهام ليأتي قرار من قوات التحالف بوقف التحقيق وعدم الإفراج عنهم أزمة أخرى يعيشها واقع الحقوق والحريات في اليمن فما بين تكميم الأفواه والاعتقالات الكثيرة يقف أهالي المعتقلين حائرين لا يعلمون شيئا عن ذويهم غير أنهم موجودون في معتقل